السلام عليكم في أحد الأحياء حي نقال له 1500 مسكن يتبع هذا الحي لولاية سيدي بالعباس في هذا الحي في عام 2003 حصلت قصة غريبة في أحد الأيام بدأ سكان أحد العمارات السكنية يشتمون رائحة كريهة جدا والرائحة هذه ما هم متعودين يشتمون مثل هالروائح قاموا جماعة صاروا يتصلون على رجال الأمن الحقون خير شنو الموضوع قالوا فيه رائحة كريهة جدا قاعدة تطلع من إحدى الشقق في إحدى العمارات طبعا رجال الأمن ما هو شغلتهم يجون ينظفون ولا بلدية ولا صرف صحي لا الرائحة اللي كانت تطلع منها الشقة هذه رائحة لأول مرة يشتمونها سكان البناية وبدأ السكان يعني يبلغون رجال الأمن جاهم أكثر من بلاغ بعد ما صارت الرائحة هذه لا تطاق أبدا المهم حضر رجال الأمن إلى المكان يدقون الباب ما حدا يجاوب الرائحة قاعدة تطلع من الفتحات من أسفل الباب بشكل فضيع جدا لدرجة أنه رجال الأمن ما قدروا يقاومون هذه الرائحة مع السكان المحليين الحل الرأي طبعا رجال الأمن بحاجة إلى إذن من المحكمة أو النيابة لأجل فتح الباب وخلع الباب لذلك قاموا اتصلوا بالحماية أو ما يسمى عندنا في بعض الدول العربية الدفاع المدني ويحضر الدفاع المدني ويجبون رافعة وعن طريق هذه الرافعة قدروا يوصلون إلى أحد شبابيك هذه الشقة لأنه الشقة كانت في الطابق الثاني من نفس العمارة لما وصلوا جماعة الدفاع المدني وقدروا يفتحون هذا الشباك وتطلع عليهم رائحة عجيبة غريبة رائحة كريهة جدا المهم جماعة الدفاع المدني مجهزين بكمامات ولباس مجهز لمثل هالأعمال هذه المهم ادخلوا على الشقة والدم معبي كل مكان في الشقة حاصل مجزرة في الشقة الشقة فيها سبع أشخاص والسبع أشخاص مقتولين مذبوحين من الوريد إلى الوريد يا ربي عفوك ولطفك المهم الأشخاص الموجودين في الشقة عبارة عن ثلاث نساء وأربع بنات صغار والنساء الثلاثة مذبوحات هن والبنات بنفس الطريقة وطريقة الذبح شبه واحدة بأداة حادة والأداة الحادة هذه مبين أنها على هوات النظرة الأولى أو الكشف الأولي على الجثث طبعا الجثث كانت في طور التفسخ تبين أنه الأداة الحادة هذه عبارة عن سكين كبيرة أو سيف أو بلطة لتقطيع الحطب أو عبارة عن ساطور اللي يستخدمونه اللحمين المهم فزعت الدنيا وقامت الدنيا وما قعدت هذاك اليوم في حي 1500 مسكن أو ينتشر الخبر ويا بنت قولي لأمت أعثروا على مجزرة في هذا الحي المهم صارت الناس تسولف وفي هذاك الوقت توهى الجزائر طالعة من الحرب الأهلية أو العشرية السوداء اللي حصلت الله لا يعيدها وما زال فيه بعض الآثار للمسلحين أو المتشددين في الحي هذا بالتحديد يعني كان فيه نشاط للأعمال القتالية في هذا الحي فصارت الناس تسولف وكل من صار يألف على كيفه واحد يقول لك والله هذول الإسلاميين المتشددين جووا على هالنساء هذنه والظاهر مكتش فيه أنه عندهن سوالف خارج الطريق وأكيد انتقموا منهن وقتلوهن ناس يقول لك فلان ناس يقول لك علان تعرفون السوالف في مثل هالقضايا هذي تكثر وكل من يسولف على كيفه وكل من يغني على ليلة المهم رجال الآمن ودهم يعرفون من هالنساء هذي الأطفال البنوتات الصغار هذول الأربعة المقتولات شنو هالمجموعة هذي المتوحشة اللي مرتكبها الجريمة هذي أو منه القاتل هذا شنو هالغل اللي عنده لحتى ارتكب الجريمة هذي الفضيعة من خلال التحقيقات واستجواب الجيران تبين أنه هالنساء هذنه ثلاث واحدة اسمها ناصيرة ناصيرة هذي مطلقة وعندها ثلاث بنوتات أكبرهم لا تتعدى السبع ثمان سنوات بالإضافة إلى أختها اللي اسمها داليا داليا كذلك مطلقة وعندها بنوتة صغيرة بالإضافة إلى صديقتهم اللي اسمها ميمونة ووجي معه رجال الأمن بدوا يستجوبون الجيران الجيران طبعا من خلال الاستجواب وتعرفون الناس صارت تسولف قالوا ايه والله هذول المتشددين صطوا على البيت هذا والبيت هذا يعني على هو الاستجوابات قالوا يعني مش كل ولابد النسوان عندنا شوية حركات وشوية سوالف في بعض الرجال بعض مرات يطلعون ويفوتون رجال الأمن دققوا على هالمعلومات هذه شنو موضوع الطلعات والفوتات والسهرات اللي تسولفون عنها قالوا والله الجيران حاولنا ندخل أكثر من مرة فيه عدة رجال يترددون على هالشقة هذه وحاولنا نفهم شنو الموضوع ومنو أنت وليش تسهرون يعني إلى أوقات متأخرة وتسببون الإزعاجات يقولون كنا دائما نلاقي رد واحد ما لكم شغل وقلتهوا بنفسكم رجال الأمن بدوا يبحثون عن خلفية النساء الثلاثة هذن وطبعا لبشاعة المجزرة وأنه المقتولين فيها المجزرة كلهم نساء وأربعة منهم بنوتات صغار أطفال شنو ذنبهن يعني فصارت الجرائد تكتب والتلفازيونات تسولف وكتبت إحدى الجرائد أو المجلات الإلكترونية فيها ذاك الوقت وأكد مدير صحيفة محلية أنه يشتبه في وقوف عدة جهات وراء هذه المجزرة بما فيها الإسلاميون المسلحون وقد عرف حي 1500 مسكن الذي وقعت فيه المجزرة بضواحي مدينة سيدي بالعباس في الماضي بأنه أحد معاقل الإسلاميين حيث وقعت العديد من الاعتداءات أو حديث كثيرة مثل هذا الحديث هذا الناس فاتت بعضها وناس تقول لك الإسلاميين والمتشددين وكل من يسولف على كيفه لكن رجال الأمن قاعدين يبحثون عن الأدلة كما يعلم الجميع في أي جريمة بالنسبة لرجال الأمن أو البحث الجنائي أول ما يبدأون التحقيق في أي قضية أو جريمة دائما يبدأون من الدائرة الضيقة وبعدين يتوسعون شوي شوي قالوا خلينا نشوف الزوج نصيرة هذه يمكن القضية قضية انتقام بما أنه صمعة البيت ما هي كل ولابد فيمكن الرجال شاف أنه مطلقت وهذه قاعدة تشتغل شغل ماهوزين فقرر أنه ينتقم منها ومن اللي ساكنات معاها ويجبون زوج نصيرة أو طليق نصيرة ألقوا القبض عليه وجابوه ولسوء حظ زوج نصيرة أنه يعني هو وعائلته عندهم شوية تشدد في الأفكار قالوا لك معناته ما في إلا الطليق هذا وكاد هو بما أنه عنده شوية أفكار متشددة أكيد صارت تسمعوا الأخبار من هنا ومن هناك والأخبار هذه ما تخفى على أحد فقرر أنه ينتقم من طليقته امسكوا الرجال وبدوا يحققون معاه قال إيه نعم صحيح عندنا شوية أفكار لكن أنا ماني مجنون ماني مهبولة حتى أقتل سبع أشخاص مستحيل أنا أرتكبها الجريمة هذه بعدين المرأة اختلفت أنا وياها وهي راحت في حال سبيلها وأنا في حال سبيلي وطبعا اعترف طليق نصيرة بالأخبار أنها كانت تصل وأول بأول لكن قال أنا مالي فيها حياتها وبدت عيشها هي طليقة حرة الآن وأنا مالي شغل فيها أبدا صحيح عندي منها ثلاث بنات لكن أنا ولا ممكن أني أرتكبها الجريمة تبين لرجال الأمن من خلال البحث والتحري أنه أخو طليق نصيرة هذا الرجال تو طالع من قضية عجيبة غريبة هذا رامي مرته من فوق السطح وطالع من القضية بإعجوبة ومتشدد أكثر من طليق نصيرة قالوا لك هذا هو بس جابوا الرجال قالهم إيه نعم القضية اللي تسولفون عنها قضية زوجتي إيه نعم أنا رميتها من فوق السطح لكن أنا مالي بالمرة هذه تصطفل حياتها وتعيشها أنا مالي شغل فيها أبدا ولا ممكن أرتكبها الجريمة أقتل سبع أشخاص على شنو بعد التحقيق والاستجواب والضغط ومن هين ومن هناك تبين أنه طليق نصيرة وأخوه وعائلته بشكل كامل ما لهم علاقة فيها الجريمة لا من بعيد ولا من قريب أرجع رجال الأمن إلى نقطة الصفر وخلال هالفترة طبعا الرجال الأمن يسألون هل المرأة صاحبة مشاكل هل تشاكلت هي وحدة من الجارات هي وحدة من الجيران قالوا ما حد تشاكل معاه والمرأة بحالها لكن مجرد الإزعاجات هذه اللي كانت تتصير في السهرات الليلية والجيران لما أفلسوا من أنه الجماعة ما هم متجاوبين معاهم قالوا لك يصطفلون أو أحنا بحالنا وهم بحالهم المهم مسرح الجريمة دائما يكون هو الفيصل في كثير من القضايا لأنه في كثير من القضايا تم العثور على الدليل لا بد إلا القاتل أو المجرم ما يترك وراه دليل مهما كان ذكي إلا ما يسهى أو يغلط لأنه جريمة كاملة ما فيه ولا بد ما يتم كشف هل مجرم هذا أو المجرمين اللي ارتكبوا المجزرة الفضيعة بحق هالنساء وهالبنات لما رجع المحققين على مسرح الجريمة في البداية بعض الأمور ما انتبهوا له لما صارت الإشاعات والسوالف والإسلاميين والمتشددين والمسلحين فبعض الأمور ما هتموا لها زيادة رجعوا إلى مسرح الجريمة على بيت نصيرة ويأثرون على بعض الصور الصور الشمسية المأخوذة في كاميرا واللي تم تحميضها أو استخراجها عند المصورين فيها ذاك الوقت قبل لا تطلع الجوالات الحديثة والتصوير هذه كانت الناس تتصور بالكاميرا وبعدين يروحون يطالعون الصور هذه عند محلات التصوير احثروا على عدة صور لكن الصور هذه ممزقة إلى قطع صغيرة جدا قالوا لك رجال الأمن ممكن الصور هذه يكون فيها دليل إدين القاتل وإلا ليش مزقتها صور هذه ويبدأ رجال الأمن يجمعون بالصور لكن شنو الصور منتفة تنتيف ويجمعون بالصورة هذه وصورة هذه إحدى الصور ظلوا عليها رجال الأمن سبع ساعات وهم يجمعون فيها الحد ما قدروا يجمعون الصورة ويعرفون منه هالأشخاص الموجودين فيها تبين لرجال الأمن أنه البنات الثلاثة المذبوحات نصيرة وميمونة وداليا بالإضافة إلى امرأة رابعة معاهم منه الامرأة الرابعة هذه من خلال الصورة اللي قدروا يجمعونها رجال الأمن قدروا يتوصلون إلى معلومات عن البنت هذه البنت هذه الله يسلمكم ينقالها عباسية وعباسية هذه من خلال المعلومات اللي قدروا يحصلون عنها تسكن في أحد الأحياء القريبة من حي 1500 مسكن ويروحون على العنوان ويرقون القبض على عباسية تعالوا هيني عباسية شنو علاقتك ابن صيرة وأختها والمرأة اللي معاها قالت والله صديقاتي وأنا أتردد عليهم كل فترة وثانية لكن والله وصلني خبرها وازعلت عليها نزعل شديد وبعدين أنا توني ما صار لي تقريبا أربع خمس أيام كنت عندها روحت عليهم في زيارة وسهرت عندنا هذاك اليوم شنو علاقتك وشنو معرفتك فيهن وشلون سول فينا بالتفصيل شلون آخر مرة زورتيهن فيها قالت والله صراحة روحت سهرت أنا هذاك اليوم وتفرجنا على فيلم كان جايبه رجالي ينقال له محمد محمد هذا يظل يتردد عليهم كل فترة وثانية منه محمد هذا قالت والله ما عارف أعرف اسمه محمد من وين من أي بلد من أي مكان من أي ولاية من ولاية سيدي بالعباس قالت والله ما عارف إلا اسمه محمد لكن هو ما هو من ولاية سيدي بالعباس هو من منطقة ينقالها تخمارت وهذه بلدة أو قرية تخمارت الله يسلمكم تتبع لولاية تيارات الجزائرية وتتبعد حوالي 120 إلى 130 كيلو متر عن ولاية سيدي بالعباس أو عن الحي هذا اللي حصلت فيه المجزرة طيب ما تعرفين عنوان ما تعرفين كذا قالت ما عارف إلا اسمه محمد ومنها البلد هذي تعالوا عاد رجال الأمن شنو ودهم يبحثون عن محمد في ولاية طويلة عريضة وعن اسم محمد ينزل بشكل متكرر على ولاية بالعباس الشغلة يعني ما هي بهذا الأمر السهل المهم وينطلق رجال الأمن إلى منطقة تخمارت في ولاية تيارات ويبدأون يبحثون عن هذا اللي اسمه محمد واللي يتردد على ولاية سيدي بالعباس السالفة طرمة وما تدبر قديش في اسمه محمد طبعا الرجال الأمن البحث الجنائي الاستخبارات بدوا يبحثون من تحت التحت المخبرين يعني السلطات فيها ذاك الوقت حطت ثقلها فيها القضية لأجل العثور على محمد ولجم الأفواه اللي قاعدة تتحدث انه والله ما زال المتسلحين والمتشددين طبعا والصحف والجرائد تسولف والناس تسولف المهم ويبدون يبحثون من هنا ومن هناك وهات إلقى محمد مثل اللي قاعد يبحث على إبرب كومة قش بعد جهد جهيد وبعد عدة أيام ويتوصلون إلى أحد الأشخاص قال والله صراحة عندي قريب ينقال له محمد ومحمد هذا يعني يتردد في الويكاند في العطلة بعض الأيام يتردد على ولاية سيدي بالعباس وين يسكن هذا قال والله ساكن هو والدته هو أمه ويأخذون عنوان محمد ويروحون على محمد دقوا الباب السلام عليكم وعليكم السلام وين محمد قالت والله ما أدري خير شنو الموضوع قالوا لها احنا رجال عمل وقاعدين نبحث عن محمد قالت محمد والله ما أدري وين شنو يشتغل محمد شنو موضوعه محمد هذا الله يسلمكم رجال عنده أرض زراعية وعنده حلال أغنام الرجال يتاجر فيه الأغنام ويتنقل بين الولايات وعلى أسواق الأغنام أسواق بيع الغنم وفعلا من خلال استجواب الناس تبين أنه رجال هذا كل فترة وثانية ينزل على ولاية سيدي بالعباس يروح يبيع أرزاق هناك ويرجع لكن الرجال الأمن الآن ودهم محمد وقاعدين يبحثون عنه بل حيلة والفتيلة والعجوز أم محمد ما أعطتهم أي سالفة وقالت لهم ما هو موجود والله ما أدري لكن الرجال الأمن كانوا أذكا من أم محمد ويرجعون لها بعد ما طلعوا من عندها رجع لها واحد من الرجال الأمن بالزي المدني دق الباب السلام عليكم وعليكم السلام وين محمد قالت والله ما أدري خير شنو تريد من محمد قال لها والله فيه حاجة ترك ليها عندك محمد شنو الحاجة قال لها الفيلم فيه فيلم ترك ليها محمد عندك ولو سمحتي إذا ممكن تعطيني إياه الفيلم هذا الله يسألكم اللي سولفت عنه عباسية اللي قالت احضرنا الفيلم هذاك اليوم وسهرنا والفيلم هذا كان جايبه محمد قالت والله مزالة سالفة سالفة فيلم خليني أعطيك عنوان محمد وين ساكن وروح تصطفل منك له وهو يعطيك الفيلم أنا ما عندي فيلم يعني أم محمد لما عرفت أنه هذا ما هم الرجال الأمن وأمنت قالت له يسكن فيه العنوان الفلاني في نفس المنطقة لكن فيه بيت ثاني ويروحون الرجال الأمن يلقون القبض على محمد ولما ألقوا القبض عليه فتشوا المنزل تفتيش دقيق ويعثرون على دلو أو سطر اللي نحط فيه لدهان الدلو هذا فيه سكي كبير أو ساطور وفيه بعض المياه والساطور هذا محطوط فيه الدلو ويعثرون كذلك على فيلم السيدي أو جابوا محمد خير يا جماعة شنو الموضوع شنو الصالفة قالوا ما في شي سؤال وجواب ويجيبون محمد على مركز الأمن ويبدأون يحققون معها محمد أنكر كل السوالف اللي وجهه له ياها رجال الأمن قالوا لهم ولاية بالعباس أنا هذه من زمان ما نريح لها وأنا أصلا رجال عندي حلالي وعندي غنمي وعندي مزرعتي وأنا ما لي بها السوالف شنو تسولفون نسوان وروحات وجيات وسيدي بالعباس يا عمي يسولفوا غيرها السوالف جايين تتبلون علي قالوا له شوف يا محمد من الآخر الفيلم اللي تفرجت عليه أنت وعباسية ونصيرة يعني السالفة ما هي محتاجة إلا أنك تعترف والبلطة هذه أو الساطور اللي اعتارنا عليه هذا هو أداة الجريمة لذلك اعترف وريح نفسك وريحنا وأختصر الوقت علينا وعليك ولا تعذب حالك وتعذبنا معاك محمد شاف نفسه محاط بالأدلة وكان لابد من الاعتراف ويبدأ محمد يعترف بالقصة الكاملة القصة الله يسلمكم أنه هذا محمد رجل متزوج وعنده أولاد وبنات والله كافيه ومعطيه ويشتغل فيه الأرض الزراعية اللي عنده وكذلك عنده أغنام يتاجر في الغنم هذي يبيع ويتنقل من سوق إلى سوق ومن الأسواق اللي يتنقل عليها أحد أسواق ولاية سيدي بالعباس وعنده أصدقاء هناك وصداقات بعض الأيام يروح يعني يقضيه اليوم واللي يومين هناك على بين ما تنباع تجرة الغنم اللي عنده وبعدين يرجع على قريته وفي يوم من الأيام وفي أحد الأعراس في المنطقة ويتعرف هذاك اليوم محمد على فتاة وبدأ إلى حقها من هناك ومن هناك والبنت هذه ظاهر إعجبته وحاول يعني يتقرب منها ويستلطفها البنت هذه اللي هي نصيرة عرض عليها موضوع الزواج مباشرة البنت هذه أعجبت فيه وهو أعجب فيها وقالت له أنا صراحة مطلقة وعندي ثلاث بنات ويمكن ما أنا أسباك أنه أنا مطلقة وعندي بنوتات والبنوتات هذه النعاشات معاي وما أقدر أتركهن قال لها والله لو يكون عندك ميت ولد أنا حبيتك ودياتك المهم راحت الأيام وجاءت الأيام كل فترة والثانية يلتقي محمد مع نصيرة وعرض عليهم موضوع الزواج أكثر من مرة لكن قال لها الزواج هذا لازم يكون زواج عرفي يعني خارج المحكمة يكتبون كتابهم عند شيخ ويتزوجون على سنة الله ورسوله البنت قالت له خليني أشاور حالي وأشوف نفسي وتسمع هذاك اليوم نصيرة أنه هذا محمد متزوج وعنده زوجة وعنده أبناء قالت له صراحة أنا إش ودي بوجعها الراس يا محمد أنت متزوج وعندك بنات وعندك عائلة وزوجة وأنا ما أتزوج على ذرة يا أما أنك تطلق وتتزوجني يا أما أنسى الموضوع من أساسه يا بنت الناس هي طولك هي قصرك قالت له هذا اللي عندي ودك طلق زوجتك وأتزوج أنا وياك وعلى قولة إخواننا في تونس أو في المغرب العربي محمد ما كان من العاكسين ويبدأ يختلق بعض المشاكل مع زوجته ويطلقها هذاك اليوم ها يا نصيرة الآن طلقت زوجتي وأصبحت عصفور طيار تعالي خلينا نتزوج البنت أمنت أنه فعلا محمد طلق زوجته وزوجته راحت عندها لها ويتزوج هو إياها هذاك اليوم زواج عرفي ويستأجر لها شقة هذاك اليوم الهيو والبناتها والرجال تزوجها يعني زواج نظامي لكن خارج المحكمة وزوجته على سنة الله ورسوله المهم صار يروح ويجي عليها كل أربع خمسة يام أسبوع زمان يقضي له عندها يومين ثلاث وبعدين يرجع على قريته يتابع أعماله وتجارة الأغنام هذه والحياة ماشية على هالمنوال بعد فترة جت أختها سكنت عندها بعد فترة كذلك جت ميمونة صديقتهم سكنت عندهم وصار هذا يتردد عليهم على هالشقة اللي سأجروا لهنا إياها وكان شرط نصيرة قبل الزواج أنه يصرف عليها وعلى بناتها وعلى أختها وعلى صديقتها أم محمد ما كان عنده مشكلة أبدا الرجال الله معطيه وعنده فلوس وعنده غنم وعنده أراضي زراعية والآن طلق زوجته وصار يصرف على نصيرة وعائلتها وصديقتها لكن المصروف هذا كان كبير يعني الولد هذا محمد حاب بالبنت ومنهبل فيها وطاير عقله فيها وشنو تطلب يحضر وهذه نصيرة على ماهي طماعة وعينها فاضية اتحب بالذهب اتحب الفلوس اتحب وطلباتها كثيرة وطلباتها بنفس الوقت مجابة بمجرد ما تأشر اطلبي لبن العصفور يحضر طبعا الطلبات هذه واللباس والهدايا والمجوهرات بحاجة الى دخل عالي جدا والبنت هذه تطلب وهو يلبي تروح الايام وتجي الايام عدة اشهر ويكتشف ابو محمد انه هذا محمد في يوم من الايام بايع قطعة من الارض قال لك ليس الا يمكن من ضايق يمكن شوف شنو اللي حاصل معه لا بلا بعدين الحلال والاغنام اللي عنده هذه بدت عدادها تقل الولد اوضاعه المادية صارت تعبانة شوي ويجي هذاك اليوم ابو محمد ويمسكو هاي يا محمد شني سالفتك وشني قضيتك بعد قطعة ارض الحلال اللي عندك كل ما حاله ينقص اعطيني تفسير وين الفلوس هاي قاعد تروح فيها كانت احوالك ممتازة والناس تسولف باشغالك واعمالك وراح محمد وجي محمد شنو اللي يصير عليك يا ابني فاهمني محمد ما كان عنده جواب شنو ودي يقول له انه والله متزوج عرفي وقاعد اصرف على زوجتي وعلى بناتها وعلى اختها وعلى بنتها وعلى صديقتهم وقاعد اروح اقضي ليالي هناك ومحمد ما كان يروح لحاله في الفترة الاخيرة صار ياخذ بعض اصدقائه واحد ولا اثنين من اصدقائه يسهرون الليلة والليلتين عند نصيرة وبعدين كل من يروح في حال سبيله محمد ابوه ضيق الخناق عليه وقال له وودك تعلمني وين قاعد تروح بالفلوس يا اما تصير زلمة مثل الزلم وتلتفت الارضك والنفسك والاغنامك وعيب عليك بعدين انت طلقت زوجتك وعندك ابناء وبنات منها وشنو هذا اللي قاعد تسوي محمد محمد الان تفتحت عليها العيون من قبل اهله ومن ابوه بالتحديد لا عاد يقدر يبيع عرض ولا عاد يقدر يبيع غنم يبيع لكن على الخفيف لكن طلباتنا صيري كثيرة وهات يا محمد وودي يا محمد ومحمد شنو دي لحق تاي لحق والعيون تفتحت عليه ما عاد يقدر يتصرف على كيفه ابوه كل يوم والثاني يسألوا هاي يا محمد الفلوس وين الارض وين ويقوم هذاك اليوم يبيع عنده منزل على طرف القرية ويبيعه بدون علم ابوه باعه بسعر زهيد بس لأجل يلبي طلبات نصيره ونصيره الآن تعلمت يعني على مستوى معين من الرفاهية ومعاد تتنازل عنه وهذا يحاول يلبي كل رغباتها ولكثرة الطلبات والهدايا وشراء المجوهرات الفلوس فلوس البيت هذي خلصت الحلال ما عاد يقدر يبيع منه على كيفه الاراضي الزراعية ابوه حطيدوا عليها قالوا ولا ممكن انك تبيع شبر واحد من هالاراضي وإلا والله يأسوي لك ساعة سماعة بالتالي المصاريف اللي كان يصرفها محمد على نصيره صارت تخف شوي شوي يعني صار يمسك ايده ونصيره بدت تتذمر من هالسالفة هذي ويا محمد ويا كذا هو لاحظ انه نصيره معد هي الاولية اللي كانت تعطيها الحب والحنان والدفئ والسهرات الجميلة لا بلا نصيره تغيرت مئة وثمانين درجة الحد ما وصلنا الى هذاك اليوم اللي حصلت فيه الحادثة هذاك اليوم جاي بشوية حلال وباعهن فيه السوق وعليه شوية ديون وفاهة وظل عنده تالي فلوس ويلتقي بعباسية ويعرف عباسية معرفة سابقة ويجون على منزل نصيره ودهم يسهرون ويقضي الويكند يوم العطلة عندها عند زوجته ولما جوا على هالبيت مساء الخير يا حي الله مساء الأنوار ودخلوا وصاروا يسهرون هالسهرة كذلك في أحد الأصدقاء كان حاضر بعد ما خلصت السهرة قامت عباسية راحة هي والشاب اللي كان موجود معاهم بعد ما تفرجوا على الفيلم اللي كان جايب ومحمد معاه لكن محمد لاحظ من خلال هالسهرة أنه نصيره وعباسية وهذا الولد اللي كان يسهر وأخت نصيره مثل اللي قاعدين يتغامزون عليه مثل اللي يمسوينه مسخرة يعني شاف حاله أنه الوضع ما هو مضبوط المهم كل من راح في حال سبيله عباسية والشاب اللي معاه طلعوا راحوا وكذلك قامت داليا أخت نصيره وميمونة صديقتهم راحا على غرفة ينامن فيها ظلت نصيره وزوجها محمد في الصالة محمد ما هو مرتاح وحاس أنه نصيره عندها سوالف قالت شوف يا محمد تراك أنت فيه الفترة الأخيرة زودته زيادة عن اللزوم وقاعد أطلبك طلبات منت قاعد تأمنها ترى إذا أنت رجال منت كفو ومنت قادر أنك تعيشني العيش اللي وعدتني فيها هالحبل اللي بينه بينك أو هالشعار اللي بينه بينك اعتبرها انقطعت ودير ظهرها وتروح على غرفة النوم ودهت نام وظل محمد هذا قاعد فيه الصالة ومصدوم شلون يعني أنت رجال ما انت كفو وما انت قادر تصرف وصار يسترجع الأحداث اللي احصلت معاه اخترب بيته طلق زوجته وترك أبناء وبناته باع الأرض الحلال راح البيت اللي كان مخبيه ذخر للأيام كذلك نباع وكلها الفلوس صرفها على نصير وآخر شي نصير تقول إذا ما انت كفو ابعد عني ويقوم على المطبخ وده يشرب كاسة مي شرب كاسة مي وتيجي عينه على المجلة ولا على المجلة فيه ساطور ساطور اللي يستخدم لتقطيع اللحم والعظام ومن أمس محمد يمسك الساطور ويتوجه على الغرفة اللي راحة تتنام فيها زوجة ونصيرة نصيرة الوقت متأخر وتعبانة من السهر مباشرة من حطة راسها على المخدة نامت ويجي ضربة واحدة كان قاتل نصيرة البنات الصغار نايمات بجانبها على السرير ويضرب أول وحدة الثانية الثالثة ذبح الآن أربع أشخاص ويتوجه على الغرفة اللي فيها ميمونة وداليا أخط نصيرة وكذلك كل وحدة ضربة بالساطور ويذبح السبع أشخاص الدم عب المكان شو داك تساوي محمد الآن محمد ارتكب جريمة فضيعة صار سفاح يعني واحد يقتل سبع أشخاص خلال أربع خمس دقايق شنو هذا هذا معده بشري لكن محمد شنو ساوي تماسك عصابه حط الساطور هذا بكيس نايلون وهو طالع ويشوف ألبوم الصور اللي متصورات هنا نسوان مع بعضهم ويمسك الصور ويقعد يخزق فيها ونتفها تنتيف ورماها في أرض المنزل ويجي يطلع برا البيت ويقفل الباب بالمفتاح وبعد ما طلع برا العمارة ما حدا شاف الوقت متأخر رمى المفتاح هذا في حوية القمامة الله عزكم وراح على بيته كانت هذه اعترافات محمد ومحمد طبعا لما تم القاء القبض عليه كان في وضع نفسي سيء جدا وقال لهم لو أنكم متأخرين شوي أنا كنت ناوي أقضي على نفسي وأرتاح من هالحياة بعد ما خسرت كل شيء كنت رجل الله موسع علي ومعطيني وعندي زوجة وأبناء وبنات وأرض وعلاقات وسمعة وبعد ما تزوجت هذه زواج عرفي وصرفت اللي فوقي واللي تحتي عليها آخر شيء تقولي من تكفو إذا من تقدها المصاريف هذه ليش تتزوج بنات الناس لذلك قررت أني أتخلص من هالعائلة هذه كلها وبعدين أقضي على نفسي المهم مالكم بطول سيرة بناء على اعترافات محمد وتمثيله للجريمة وطبعا انتشر الخبر ويا بنت قولي لمتش هذا محمد هو اللي قتل زوجته اللي متزوجها عرفي وبناتها وأختها وصديقتهم وتبين أنه اللي ارتكبوا هالمجزرة ما هم المتشددين الإسلاميين وبينات الحقيقة للناس وبعد الاعترافات وتمثيل الجريمة تم تقديم محمد للمحاكمة وفي عام 2004 تم الحكم على محمد بالإعدام شنقا حتى الموت كانت هذه نهاية القصة القصة طبعا فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها يعني مثل هذا محمد بسبب نزوجته براسه ولبى شهوته ولحق المرأة هذه اللي ما يعرف عنها شي وباع اللي فوقه واللي تحته وخسر كل شيء وهو كان يعتقد أنه ربح كل شيء في النهاية صفه على الحديد لا غنم لا مزرعة ولا زوجة ولا أبناء ولا بنات وصفه إيد من وراء وإيد من قدام وبسبب هالنزوة هذه العابر أو الحب العابر يعني يوصل نفسه إلى حبل المشنقة ويريت أنه بس حبل المشنقة الرجل برقبته سبع أرواح سبع أشخاص بغض النظر عن الأشياء اللي كانت تسويها نصيرة أو الطلبات اللي تطلبها لكن الندم ما عاد ينفع أو صار برقبته سبع خطايا في نهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر